موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفائدة للجميع وأن يكون سببا في بلوغنا أفضل البقامات وأعلى الدرجات إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ولزال حديث موصولا في ذكر جملة من النصوص الشرعية التي نستلهم من الدروس والعبر والمواعظ والحكم في سيرنا إلى الله والدار الآخرة وخاصة تلك النصوص التي تدعونا إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب البثل في تحليه بالأخلاق الحسنة فكان أول الناس امتثالا لما يمر به وأول الناس امتهاءا عما ينهى عنه فصلوات ربه وسلامه عليه وقد أثنى عليه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم كما حتى الرب سبحانه وتعالى هذه الأمة على التأسي برسولها صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذه الشريعة المطهرة لم تترك شاردة ولا واردة ولا شادة ولا فاذة إلا وبينتها وهذا مبعث فخر واعتزاز بالانتماء إليها كما اجتملت نصصه على كثير من التوجهات الكريمة والإرشادات العامة التي إن أخذ بها المرء ساعدة في الدنيا والآخرة وينبغي للمرء بين الحين والآخر أن يذكر نفسه وإخوانه بما يكون سببا في تقوية إيمانه وسمو أخلاقه ومن ذلك ما جاء في بعض القصص مما يكون سببا في التزود للدار الآخرة بإذن الله تعالى كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم في المهد قال عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة قال بعض الشرع الحديث أي في بني إسرائيل قال عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج قال وكان جريج رجلا عابدا أتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج يا جريج فقال ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فذهبت ثم أتته ثانية فقالت يا جريج يا جريج وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي فتركته ثم جاءته الثالثة قالت يا جريج يا جريج وهو يقول ربي أمي و صلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات والمومسات جمع مومس وهي المرأة التي تقع في الزنا والعياذ بالله ثم بعد ذلك جاءت امرأة بغي أي من من كانت في تلك الفترة تقع في الزنا والعياذ بالله فقالت لأفتننه أي تريد أن تفتن جريجا ذلك الرجل العابد الصالح فتعرضت له فلم يلتفت إليها وتعرضت لراع كان يختلف إليه كان يأتي إلى صومعته ويبيت عنده فوقع عليها الراعي فحملت منه ثم وضعت فلما وضعت اجتمع إليها أهل القرية فقالوا من أب هذا الغلام فقالت ظلما وزورا ومهتانا جريج فجاء الناس فأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته وهو لا يدري ما الخبر حتى قيل له إنك فعلت هذا فذهب يصلي ثم بعد ذلك جاء إلى الغلام الرضيع حديث الولادة الذي مثله لا يتكلم فغمزه بإصبعه فقال من أبوك فأنطقه الله قال الراعي فأقبل الناس عليه يتمسحون به ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب فقال بل أعيدوها كما كانت وهذا يدلنا على أن الناس فيهم مثل هذا الاستعجال وأيضا فيهم أنهم يصدقون بأخبار مكذوبة ولا يتثبتون فصدقوا هذه المرأة البغي التي كانت تقع في الزنا وتبارس مثل هذا الأمر السيء ولم يصدقوا أو لم يتبينوا من الرجل الصالح الذي عرف طيلة حياته معهم بصلاحه وصدقوا مثل هذه الكذبة في حقه ولكنه لم يفتن بما أعطاه الله من الكرامة بل قال أعيدوا هذه الصومعة كما كانت وأجر الله مثل هذه الكرامة وهي أن أنطق الله هذا الغلام الرضي ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل أي في الثالثة الذي تكلم في المهن بينما امرأة تحمل رضيعها وترضيعه تلقمه وثديها إذ مر رجل على دابة فارهة وعليه شارة حسنة فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله فقال اللهم لا تجعلني مثله فتعجبت من كلامه لأنه مثله لا يتكلم ثم مروا بامرأة سوداء يجرونها يضربونها يقولون سرقتي زنيتي وهي تقول لم أزني لم أزني فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها وهي تخاف على صغيرها مصيرها فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت حلقة مر رجل على دابة فارهة وعليه شارة حسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بامرأة سوداء يجرونها يضربونها يقولون سرقتي زنيتي ويتقول لم أزني فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال ذاك رجل جبار وهذه امرأة مسكينة مظلومة نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل أهلا وسهلا بكم جديد وعود إلى حديثنا عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد ونتعرف على كل قصة منها ما جاء في فضل هؤلاء أو من الدروس والعبر الأول هو عيسى بن مريم وهو نبي الله وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على فضله ومقامه وما أعطاه الله عز وجل من هذه المعجزات أما جريج ففيها درس عظيم وهو أهمية التثبت وعدم وصف الناس واتهامهم بشيء دون أن يتثبت الإنسان فقد يكون هذا الإنسان مظلوماً ومفتراً عليه كما حصل لجريج وأيضاً لا يظن إنسان أنه إذا سلك طريق الاستقامة أنه لن يتعرض للفتن أو لن يبتلى بشيء من هذا فهذه المرأة تعرضت له وابتلي بها ولكن الله عصمه لم يلتفت إليها ولم يأتها واتهم زوراً وظلماً وبهتاناً وافتراءاً عليه أنه زن بهذه المرأة وهو لم يفعل لذلك على الإنسان دائماً أن يحرص على حسن الظن بالآخرين وأن لا يصدق ما يشاع إلا بعد أن يتبين ويتثبت أما في الثالثة ذلك الغلام الذي تكلم بعد أن دعت المرأة وربها أن يكون ابنها مثل ذلك الرجل الوجيه الذي عليه شارة حسنة وهو على دابة فارها وخافت على صغيرها أن يكون مثل حال تلك المرأة التي اتهمت بالزنا والسرقة كل هذا يدلنا على أن العبرة بالمخبر لا بالمظهر كما يظن كثير من الناس أن الذي يظهر لهم هو الذي يتبعونه ولكن أهم ما ينبغي أن يعلمه الإنسان وأن يعمره هو علاقته بربه سبحانه وتعالى فكم من إنسان في ظهر الأمر من أهل الخير أو المال أو الجاه ولكن لا ندري ما حاله عند ربه سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فعلى الإنسان إذن أن يراعي مثل هذا الأمر وأن يعلم أن العبرة بالمخبر لا بالمظهر لا بما يظهر للإنسان من جمال هذه الصورة أو وجاهة هذا الإنسان أو كثرة ماله أو كثرة ولده فالعبرة بما يكون من صلاح العب واستقامته على دين الله إذن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أجرى مثل هذه المعجزة وهذا الأمر لثلاثة تكلموا في المهد ومثلهم لا يتكلم لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إذا أراد أمراً إنما يقول له كن فيكون ولذلك على الإنسان أن يستعصم بالله وأن يلوذ به وأن يستعيذ به ويستغيث به ويكون شأنه كله لله سبحانه وتعالى لا يظن أنه يستطيع أن يفعل شيئاً دون أن يكون له عون من الله سبحانه وتعالى إذن الله الله بالعناية بالمخبر كما يعتني الإنسان بمظهره ويحرص على أن يكون من أهل الخير والصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوة هذا الرجل مع ضخامته ومع كبر حجم إلا أنه لا شيء عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه لم يكن على استقامة ولم يكن على طاعة ولم يكن في عبادة الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يبصرنا بهذه المعالي وأن يجعلنا جميعا مما تتحقق لهم البشرى فبشر عباد الذين استمعون القول فاتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العباب ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة